تستعد مملكة البحرين لتطبيق المرحلة الأولى لنظام الضمان الصحي صحتي مطلع العام المقبل ويسهم الضمان الصحي بالإضافة للتسيير الذاتي لمقدمي الخدمات الصحية في الارتقاء بالمنظومة الصحية من ناحيته الجودة والسرعة تسعى حكومة مملكة البحرين باهتمام بالنهوض في الغطاء الصحي تحقيقا لأهداف المملكة في التنمية المستدامة ويعد قانون الضمان الصحي الذي صادق عليه جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه عام 2018 هادفا إلى توفير المتطلبات الصحية للمواطنين والمقيمين وتحقيق التغطية الصحية الشاملة في مملكة البحرين وجاء برنامج الضوان الصحي متضمنا بشكل رئيسي التسيير الذاتي لمقدمي الخدمات الصحية في المملكة إذ تعتبر الرعاية الصحية الأولية هي المدخل الرئيس إلى الخدمات الصحية في مملكة البحرين حيث سيقوم نظام التسيير الذاتي بمطابقة كل فرد وعائلته مع طبيب أسرة من اختياره ويقوم الطبيب في المركز الصحي بتقديم الخدمات الإناجية والوقائية وبرنامج الضمان الصحي صحة يمثل جوهر جميع الخطوات التي اتخذتها الجهات الصحية وعلى رأسها المجلس الأعلى للصحة لتحقيق الجودة في القطاع الصحي ومنذ عام 2018 سارت مملكة البحرين بعملية التخطيط والتنفيذ ورغم تأخير جائحة كورونا لبعض الجوانب المتعلقة في الضمان الصحي ككل إلا أن الفترة الأخيرة شهدت زخما من القائمين على القطاع الصحي لتنفيذ هذه الأهداف التي وضعتها حكومة مملكة البحرين حيث تم الإعلان بالفعل عن دخول المرحلة الأولى من نظام الضمان الصحي حيز التنفيذ بداية عام 2023 وستشمل التأمين على المقيمين في المملكة باعتبار أن هذه الخطوة تسمو في تجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر